بعدماققت ابن خلت النادي الاهلي انت خلتني مش عارف اجمع لما لعبت في النادي الاهلي أول مباراة لاعبتها كنت كانت مباراة ايه ومع المئ لأ عايز اقولك الاول ازاي انا لعبت ازاي لعبتها خالت المصطفى طب انا مواجم لما دي حاولها دينا لسا دي قصة لوحدها انا لشان اقولك انا لعبت في النادي الاهلي انت كنت بتلعب براس حربة او سترايكر في نادي طنطا وجيت النادي الاهلي على فكرة ده زكاء منك انت مش مقولها كده لا انا حمدت ربنا ان انا فكرت الفكر ده هنا ان انا جيت هكابت المصطفى حلمي انا ومش عارس ارجع تاني طنطا حلمي عاوز العب في نادي كبير وزا كان النادي الاهلي بقى اللي هو اللي بقول لك عشق عشق مصر كلها وبعدين بقى مع نجوم نجوم احنا بنحبها لا وده حلم بالنسبة لها اه حلم كبير وبعدين ألعب منتخب مصر انا في كرس القدم وانا بلعب في الاخليم حلم ايه ان انا ألعب منتخب مصر قومي والعب مع نادي كبير زي نادي الاهلي جيت النادي الاهلي اه لقيت الخطيب بلعب رس حربة اساسي ومنتخب مصر وهو المكسر الدين عادت اشوف الاماكن كلها مش عالخطيب بس انا الاول كان في كريتي في المنتخب الاول بفكر ان انا لما اروح المنتخب اه الكابتن بوبو بيقول لي خلي الشنطة كده مربوطة الله يحبك كبوب ما كنكش حاجة او كده حتفجع بيها تاني اه ده هما بياخدوهم تكملة عدد وبعدين بتفجع تاني فانت ايه علشان ايه ما تشغلش نفسك يبقى دايما تصدر ده بيقولك كده على نادي الاهلي لا على المنتخب القومي على المنتخب القومي ما هو انا لعبت الاول منتخب اه علشان العب في المنتخب قعدت بقى ابص في ناحية اليمين مصطفى عبدو وعمر عبدالله والبابلي اللي في الخط اللي قدام في الهجوم الخطيب حسن شحاتة اه علي خليل علي خليل اسامي كبيرة جائمة زيزو قعدت عبدالعزيز عبدالشافي طبعا لقيت تيجي تبص في كل مكان فيه ثلاثة اربعة المكان فيه اربعة خمسة المكان الوحيد اللي لقيت فيه اللي هو الجهر الزغير وفتح مبروك هو الباكليفت ده خطر على منك ازاي انا قلت هل لعب باكليفت خلاص ما هو انا بص ما هو انا ما انا قدام حاجة البدم راجع راجع وحروح اكمل العدد فقلت انا خلاص هروح لعب باكليفت لازم اثبت فالمهم لما روحت في المتشاط لما اختروني وروحت في اللي اتفرج علي اللي الله يرحمه اللي كابتل اللي اجيب مستكاوي اه اتفرج علي في البتاع لقيته انه تاني يوم اه كاتب طبعا انا علشان اه اصلا مهاجم الكرة بتجيني ما ليش دعو بالدفاع ما عنديش فكرة على الدفاع اخدوا احاول ورق اصوه خش بس دي ديتك اولوية كمان انك زي صنع العاب بالزبط ما هو كابتل اللي اجيب المستكاوي كان دايما بيحارب ساعتها الكرة الانزراعية كان يسمي الناس المتمركزين في الاماكن لما وطلع عليك الكرة الرمضانية فهو اول ما شافني قالك الراجل ده بيلعب بالطريقة الرمضانية طريقة الاوروبية الجديدة اللي هو عدم التقايد بالمركز والهجوم باستمراره وده كان نجيب المستكاوي والله يرحمه كان دايما في تحليلاته بينادق ان لازم الكرة بتاعتنا زي كرة هولندا الكرة الشاملة كرة الشاملة تقدر تلعب في اي مكان